شخص اقترض مبلغ سبع تلاف جنيه من خمسة وعشرين سنة ولم يحدد موعد السداد وكان يماطل في السداد يريد أن يرد المبلغ كما هو فما الحكم عايز يرد المبلغ كما هو ده اسمه كده أن يعني فلوسك أنا بديها لك لكنه ظالم لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم وبناء عليه عايز يخرج من الظلم يجي يسترضي صاحب الدين يقول له الدين اللي عندي من خمسة وعشرين سنة ده وأنا كنت تقدر أسد وما سددتوش سامحني وعشان تسامحني ما هو غلط بطن راح يقول له أخويا سامحني والأخطي سامحوني وأنا مش بديهم حقهم لا أنا هديك عشان تسامحني أنا هرضيك وتعال أشوف السبع تلاف جنيه دول من خمسة وعشرين سنة كان يجبونهم مثلا سبعين جرام مثلا يبقى النهار ده تديله تمن سبعين جرام تقول لي أمه لا أنا ده جرام النهار ده بقتها من ثلاث تلاف يا أنا سبعين في تلاتة مش عارف بأمتين وعشرة ومال السبعة تلات بأمتين وعشرة مولانا ده مش ريبة وحضتك لما كنت سايبه بيتحايل عليك الدين الفلوسي دين فلوسي وإنت مستمتع بالفلوس ومتودهلوش ده كان إيه بالضبط عارفين لو كان الراجل مش قادر يدفع ومسكين وغلبان وكل شوي قبلو حقك علي أنا مش قادر وصاحبنا خلاص هيعمل إيه عدد الحسنات بيعد هو مبسوط وبرضه في نفس الوقت مرتاح ان الراجل بيجيله بيكبر بخطره ان انا مش قادر ادفع لكن ده حضرتك قادر تدفع وما دفعتش وانا اسف جدا يعني بتبصله من فوق اللي تحت وما بتعبروش يبقى لازم تعاقب تعاقب بايه بانك انت تدفع هذا المبلغ السبعة الاف بقيمة الدهب عشان تراضي هذا الاخ والاخ ده كمان يسمحك على التأخير انما تدلو السبعة الاف وخلاص وانا بقى مش اصحى معك على التأخير وتتقابلوا بقى يوم الياما عند ربنا وتقول ربنا يقول لك يا ربنا عاوز حقي ليس تقلل الحسنات والسيئات فانتبه بارك الله فيك